اشتركوا في القناة رفع فيها اسمايات الشكر والعرفان لجلالة الملك المعظم على دعم جلالته الدائم لمواصلة الجهود لخدمة الوطن والمواطنين والذي نتج عنه تحقيق هذا الانجاز واكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في برقيته ان هذا التكريم هو تكريم لجهود اعضاء فريق البحرين باجمعه الذي يستمد الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة من جلالة الملك المعظم ايده الله وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرص فريق البحرين على التنفيذ المتقن للخطط والبرامج الرامية لتعزيز المسيرة التنموية الشاملة ومواصلة بذل الجهود والمساعي التي تصب في تحقيق مزيد من التقدم والتطور لمملكة البحرين واشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الى ان هذا التكريم الذي يهدف الى تعزيز ثقافة التمييز المؤسسي وتسليط الضوء على التجارب الرائدة والمبادرات الناجحة في الدول العربية يشكل حافزا لبذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق الابتكار في العمل الحكومي مؤكدا ان النجاحات التي تحققها مملكة البحرين في شتى المحافل الاقليمية والدولية هي نتاج الجهود المتواصلة والعمل المتفاني الذي يحققه ابناء مملكة البحرين المخلصون وفي ختام البرقية جدد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على دعمه اللامحدود مؤكدا الالتزام بمواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المرجوة دعيا الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار